لا جديد غير الأرسام التي ذكرت في التقرير لكن نستطيع القول أن الصورة ليست سوداوية بلد الكامل في هذا الصدر اليمن بحكم الحرب وبحكم الأوضاع المضطربة فيها هي بلد مغلق حاليا رغم أن هناك بعض الأماكن المفتوحة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون من اليمن مكانا للحبور إلى العراضي السعيدية أما الشيء الذي يعيد الأمل إلينا هو الحديث الذي جرى حول تأثير أو إنشاء 37 مركزاً لدلق العلاج بدعم الأمم المستحيلة ومنظمة الصحة العالمية أعتقد هذا العزب سيكون قادراً قدر الإمكان على احتواء جزء من الكامل أما بالنسبة للأرقام التي قلنا حتى الآن فنستطيع القول أن اليمن يزال محظوظاً لا يزال محظوظاً فالعداد فيه محدودة جداً عشر أو عشرين حالة رغم أن هناك شكوك في ذلك لأنه كما إذا علمتم عن حالات الدفن في اليمن دفن الموتى لا يتم عبر المستشعات الحسومية أو غيرها ولا يتطلب استفراج شهادة وفاة مسببة أو تقارير صحية فبالتالي لا يعرف إذا كان المتوفي مصاداً بهذا المرض أو أمراض أخرى ناهيك عن أوبيع أخرى لا تزال بحامة الشعب اليمني كالكوليرا ما زالت موجودة والعام الماضي قتلت 8 ألاس ماطن وكذلك حمض ظنك منتشرة في الكثير من المناطق وبشكل وبائي وكذلك حمض شنذولا التي تسمى محلياً بالمكرفة هذه الأوضياء الثلاغة إذا أبخنا إليها الكورونا ربما أن الكورونا سيزيد من معدل الوطيات لكن عملياً نحن نراهن على وعي الشعب اليمني في إنسياق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي وعدم الإنسياق وراء المناسبات العامة والأشياء المغروفة لأن الشعب اليمني ثقافته تقوم على الحشود الشعبية الحشود في الأسواق والحشود في كل مكان هذه الإجراءات تواجه ضعفاً حكومياً كما تعلمين فهناك ثلاث قوات تتوزع السيطرة على الأراضي اليمنية الحيثيين من جهة والانتقال من جهة والشرعية من جهة أخرى طيب هنا عذراً على المقاطعة سيد ونحصل على المساعدات الأممية التي المقدمة لسعيد مكافحة المرض كما هو حاصل على الأوبياء الأخرى الأمر الذي يجعلنا أن نضع يجينا على صلوبنا بعض الشيء ولكن المطلوب الآن هو تكريفة لإنشاء هذه السبعة وثلاثين مركزان حتى يكون احتواء جزء من الكارثة وحتى توقعات الأمم المتحدة التي تقول أن نصف الشعب اليمني سيصاب هي لا تقول أن نصف الشعب اليمني سيموت أو حتى لا يصاب بالناس بالهلع 85% من الحالات التي نتورونها في العالم هي حالات خفيفة ومتوسطات الإمكان التي تغلب عليها فيما عدى الخمسة في المئة الباقي هذه خطيرة طيب هنا لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت سيد وليد عذرنا عن المقاطعة يعني هنا هل السلطات قادرة على ضبط هذه الجائحة في ظل الجانب الصحي المنهار أساساً في ضوء الدعم الأممي ستكون قادرة على احتواء جزء لأنك نتعلمين التجمعات السكانية في اليمن ليست كبيرة وهي بالأريات أكثرها بذلك أن انتشار المرض سيكون مختصراً على عواصم المحافظات أو مدن بعينها بالتالي إذا احتوينا هذه المراكز عبر المراكز هذه للأمم المتحدة وتزويد الطواقم الطبية بأدوات الحماية اللازمة إن شاء الله سنتغلب على هذا المرء وسنتغلبنا على الأوباء الأخرى التي يتعايش معها الشعب اليمنين ويطفع الكثير من الضحايا في سبيل البقاء على قيد الحياة نعم نعم أشكرك جزيرة شكراً على كل ما تفضلت به ضيفنا القاهرة الكتب والمحلل السياسي السيد وليد المشارعي